موسيقى السلام عليكم طب الله العظيم وحشتمنا وحش المكان ده جدا جدا احنا بقلنا فترة اللي امتبعني عارف ان احنا بنصور برا افاع وتعابين وديابة وحاجات غريبة ولكن طبام قعدنا في المكان ده لازم اجيبلك فيديو اروع واجمل مما تتخيل اللي امتبعني برضو عارف ان انا في حياتي كلها بخاف من حاجتين العقرب او العقربة والبرس بما اني قررت ان انا اتخذت حجز الخوف ده فجبت بعقالب عندي في البيت وبلغت اعمل ده وعرب وحاجات غريبة فالجدية على نهاردة قررت ان انا اعمل حاجه اغرب واغرب قررت ان انا امسك العقرب بايدي بس ما تقشمنش انا مش هامسك العقرب وهو صحي انا عرفت ان العقرب لو ده لقى تعليمه يسعى بيتجمد فانا همسك العقرب او العقربة في الفترة اللي بيتجمد فيها قد إيه؟ الله أعلم فلو باء وهو في إيدي هسيب لك عنوان المقابر في الوصفة أو هسيب لك عنوان المستشفى ما تنسيش بقات شوكلة وإيش الورطة ولازم تجيني دا في حالة لا قدر الله لو حصلت حاجة ومشاء الله مش حصل أي شيء عشان كده بقول لك لو أنت لسه ما شاركتش ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشارك وتفعل زر الجرس وكمان اللايك بتاعك بفرق كتير كمان في الوصفة هسيب لك أحلى وأجمل وأطعم قناة عن الأكلات وحاجات كده هتعجبك جيد أنا عارف مفيش علاقة بالقارب والأكلات ولكن القناة دي عجبتني جدا فحبيت أشارككم بيها وعبيتكم إن في قناة أجمد وأحلى مما تتخير يلا بينا نشوف أغرب وأقوى فيديو يلا بينا الأقرب ينهر أبي تبركيبة زن بالك ثانية واحدة نضلق مية ساعة وهنا تحس إن حركتها بدأت تضعف شايفين سبحان الله سبحان الله حتى الحركة بتاعتها مش زي الأول حتى الحركة بتاعتها في الساعة شايفين مش زي الأول شايفينة منصف موسيقى ربع موسيقى قرأ المشاكل موسيقى ربع هنا من الواضح ان هي تجمدت تمانا فربنا يستر وتعالوا ان نتلحق بسرعة ننسك العقرب ونشوف اللحظة الغريبة دي يلا بينا اهلا بيكم مرة تانية اهلا بيكم والعقرب متجمد هتقول لي يا عمد انا بفتر باتنين وبتغدر اقول لك منش دعوة انا راجل بخاف او عندي فوبيا من حاجتين العقرب والبورس وانا بجري بسرعة الحق قبل ما يفوق تفتكر اعمل الكلام دي ولا لا ببنا يستر هنا العقرب تقريبا متجمد فانا هعمل حاجة والاول مرة في حياتي انا بعمل الكلام ده والاول مرة في حياتي لو العقرب اتحرك هو ان ليه انا حاسس ان انا عقرب بيزغزغ في ايدي معرفش انا عايزة حك عايزة حكوكي في نفس الوقت برضو مليش دعوة بيك انت قلبك جامد وكنت بتبلع اتنين في الصحراء ولسه اتنين في جيبك هتطلعهمني مليش دعوة بالكلام ده انا راجل عندي فوبيا من البرس ومن العقرب فمليش دعوة بشخصيتك انت انا الحاجات دي بالنزدالي كنت اشوفها بس بعد يومين جسمي منمل وخايف وقلقان ولكن في اللحظة دي والاول مرة في حياتي انا تجرقت هينعمل عقرب متجمد وممكن يفوق في اي لحظة وانا حاسس بحاجة بتخربش في ايدي مش حاجة لا انا بهزر مش حاجة الاقرب قدامك ميت فمتخزرش العقرب قدامك خلاص يعني فمش هقولك اه انت قلبك اتخطف معايا لأنا بهزر هشوف معايا كده والاول مرة ولو العقرب فشايفين الشوكة بتاعته فين وفيش غير بس ان هو يعمل كده وينزل في ايدي وهتلقوني على المستشفى هنا والاول مرة العقرب في ايدي وعلى رأيي الشاعر اه ملكش دعوة بي اللي بتسأل عليها بتحوش تعال زي انام فعشان انا بعمل حاجات مجنونة علشان ابعد الخوف اللي عندي وحاسس ان العقرب بدأ يفوق مش عارف ليه مش عارف ليه انا حاسس ان العقرب بدأ يفوق وبدأ يتحرك وفعلا في رجل بتتحرك في رجل بتتحرك حاليا اثبت اهدف بص احساس احساس يعني احساس مش زي الناس مايتوصفش اللي هو بص للمرة التالتة للمرة الرابعة للمرة الخامسة انت قلبك جامد ما بتخافش من الحاجات دي بتفطر باثنين ماليش دعوة بيك انا انا عن نفسي بخاف من العقرب والبرص فعشان كده انا بالنسبة لي اللحظة دي لحظة تاريخية تعالوا نسيب العقرب عشر دقايق ونشوف هيفوق ولا لا واشغلوا حاجة سوحنا استشوار اي شيء ونشوف هل فعلا هيرجع لحياته مرة تانية معين شايف في رجلين بدأت تتحرك بجد والشوكة بتاعته بلأت اه في حركة فعلا فانا مش عارف وخلص كده شكله بلأ يفوق فانا هلحق نفسي قبل ما يكون المرحوم تعالوا نشوف العقرب بعد ما يفوق ويالله وهنا العقرب بعد عشر دقايق بعد ما فاء وحاجة رعب رعب اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس واللايك بتاعك بفق كتير والسلام عليكم